السلام عليكم الاخوان اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد معكم بدر العتابي في هذا الفيديو هذا سنرى كيف نعبره على المشاعر والاحاسيس باللغة الاسبانية كيف نقول اشعره بالجوع اشعره بالعطش اشعره بالخوف وغيرها من الامر وكي نعبره على المشاعر بلغة الاسبانية سنستعمل بربو تينار وبالاضافة لاننا سنرى الاستعماله والتي نستعمله تعبير عن المشاعر لديه استعمالات اخرى ومن بين هذه الاستعمالات اننا كنسول به عن العمر للانسان كيفاش نقدر نسول على العمر للانسان وبالاضافة الى ذلك كنستعمله باش نعبره على الملكية ديال اي شيء كيفاش نقوله ان لدي كادا لدي كادا باللغة الاسبانية اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش لايك تبارتاجي الفيديو مع اي شخص كهتم باللغة الاسبانية اذا عندكم شي اشكال او تساؤل او اعجبكم الفيديو خليوا لي تعليق ونبدأوا على بركتي الله قلنا على انه اول استعمال كنستعمله به هاد البربوتينير اننا كنعبرو به على المشاعر والاحاسيس ديالنا ومن بين هاد الاحاسيس او المشاعر هدي كيفاش نقول اشعر بالجوع اشعر بالجوع وكيفاش نقول اشعر بالنوم او احس بالنوم وكيف اقول انا اشعر بالبرد اشعر بالبرد او احس بالبرد او يمكن نقول اشعر ببرد شديد وكيف اقول اشعر بالحر او الجو ساخن جدا وهاد العبارة هدي نحتاجوها ابتداء من هاد الايام هدي بزاف وبكثرة خصوص فصل الصيف الغالب كنقوله اشعر بالحرارة او بالحر او يمكن نقول اشعر بحر شديد تنغو موتو كالور وهي هاد الكلمة هدي العكس ديال تنغو فريو كذلك كيف اقول انا اشعر بالخوف انا اشعر بالخوف تنغو مييدو تنغو مييدو اشعر بالخوف تنغو مييدو اشعر بالخوف وكيفاش نقول انا على عزلتين من امري او كيف ما كان قوله بالدرجة انا مزروك تنغو بريسا تنغو بريسا انا في عزلتين من امري او كيف ما كان قوله بالدرجة انا مزروك تنغو بريسا تنغو بريسا انا مزروك وكيف اقول لشخص انت محق او انت على حق تينيس راثون تينيس راثون انت على حق انت على حق وهو الحق. كان نقول هذا الشيء شخص من اللي كان بغير نقوله الشيء شخص انت عندك الحق في هذا الشيء اللي كتقول او في هذا الشيء هذا. وكيفاش نقول لديك حد. لديك حد. او عندي حد. لحسب انا مع من كنتكلم. على سبيل المثال نقول شيء شخص انت عندك الحد. او لديك الحد. هي لديك حد. او عندك الظهر كيف ما كنقوله بدرجة. ولا بغيت نهضر على راسي او نتكلم على راسي كنقول لدي حد. لدي حد. لدي حد. وكيف اقول لدي الرغبة في. او تنغو جاناس دي. تنغو جاناس دي. على سبيل المثال لدي آآ رغبة في الخروج هذا المساء. على سبيل المثال. تنغو جاناس دي صالير esta tarde. تنغو جاناس دي صالير. esta tarde. عندي رغبة في الخروج هذا المساء. او لدي الرغبة في الخروج هذا المساء. مثال آخر. كيف اقول لدي رغبة في الاكل. عندي رغبة في الاكل. تنغو جاناس دي كومير. تنغو جاناس دي كومير. لدي الرغبة في الاكل. وانتما بهذه العبارة هدي يمكن تعملو اي حاجة كتحتاجوها. فقط كتقولو تنغو جاناس دي وكتعملو العبارة لبغيتو. وكيفاش نقول انا لدي حمى او اشعر بالحمى. تنغو فيبري. تنغو فيبري. احس بالحمى او اشعر بالحمى. او كيف ما كنقولو بالدرجة عندي سخانة. تنغو فيبري. كذلك عندي واحد استعمل مهم خارج عن الاحاسيس والمشاعر. كنستعملو في هاد البربوتينير واللي هي. يمكن نقول اي شخص تنكويدادو. تنكويدادو. تنكويدادو هي كن حاديرا او كيف ما كنقولو بدرجة تهلع في راسك او رد البال. تنكويدادو. هذا بخصوص المشاعر او الاحاسيس كنعبرو بهالطرق هذي اللي شوفنا. الان غدي نشوف الاستعمال الثاني ديال هاد الفعل اللي هو اول سؤال هو كوانتوس انيوز تينيس كوانتوس انيوز تينيس كم عمرك كم عمرك كوانتوس انيوز تينيس سؤال اخر يمكن نسول به وهو تقريبا عنده لفس المعنى كي اي داد تينيس كي اي داد تينيس هجوز الاسئلة ما كنش بيناتهم فرق يمكن نسول شخص ونقول كوانتوس انيوز تينيس او نقول كي اداد تينيس كم عمرك على سبيل المثال اولد ان اقول انا عمري سلاسونة سنة على سبيل المثال جو تنго ترنتا انيوز جو تنغو ترنتا انيوز عمري سلاسونة سنة على سبيل المثال بغيت نقول محمد عمره عشر سنوات فاطيما عمره عشرون سنة وغيرها من الامثلة اذا استعمال الثاني واضح نسوله على العمر بهالطريقة اللي شفنا كايدات تينيس أو كوانتوس والاجابة باش نجاوب على رأسي كنقول يو تينغو كذا وكذا وكان هذا ثاني استعمال اما بخصوص للتستعمال الثالث وقلنا كنستعمله البربو تينير باش نعبره على الملكية ما اللي كنقوله الملكية ملكية الاشياء اللي عندنا على سبيل المثال أنا لدي هاتف أملك هاتف كيف سنقول أنا عندي هاتف يو تينغو تلفونو يو تينغو تلفونو أنا لدي هاتف يو تينغو تلفونو هنا عبرت على الملكية ديالي نشوف مثل آخر كيف أقول أنا لدي سيارة يو تنغو كوچه يو تنغو كوچه أنا لدي سيارة أنا عندي سيارة مثل آخر مريم لديها ابنان وكان هذا آخر مثل احتل هنا كنكون سلينا الفيديو ديالنا اليوم واللي كان الهدف ديالله الاساسي هو كيفاش نعبره على المشاعر ديالنا والاحاسيس ديالنا باللغة الاسبانية بالاضافة الى ذلك شوفنا كيفاش نعبره او نتسوله على العمر الانسان وكيفاش نعبره على اي حاجة كان ملكوها كان معاكم بضر العتابي نتمنى هذا الفيديو هدينا الاعجاب للكم مرة اخرى واذا اعجبكم الفيديو مرة اخرى ما تنساوش تعملوا لي جامل هذا الفيديو وتتبارتاجيه مع اي شخص مهتم باللغة الاسبانية واذا عندكم اشكال او تساؤل خليواهلي في تعليق وكذلك اذا اعجبكم الفيديو كتبوا لي تعليق ان الفيديو اعجبكم كان معكم بضر العتابي ونشوفوا فيديو جديد اديوس